تبثل الحملة الوطنية للتطعيم بدى فيروس كورونا دليلاً على النهج الحكيم الذي تبنته المملكة للحد من انتشار الفيروس في المجتمع حيث تشهد الحملة إقبالاً لافتاً من قبل المواطنين والمقيمين قد أعلنت وزارة الصحة أن عدد من تلق الجرعة الأولى من تطعيم بلغ حتى مساء الجمعة أكثر من 693 ألف شخص فيما بلغ عدد من تلق الجرعة الثانية من اللقاح أكثر من 541 ألف شخص هذا ويمثل النهج الشمولي الذي تسير عليه البحرين في مواجهة الجائحة نموذجاً ناجحاً باعتباره نهجاً متكاملاً واستباقياً للتعاطي مع تدعيات الجائحة أسهم في الحد من انتشار الفيروس وذلك بفضل ما يحظى به القطاع الصحي في مملكة البحرين من رعاية واهتمام بالغين اشتركوا في القناة